اهلا بكم في النشطة الاقتصادية احتفلت شركة فيفا البحرين بمرور خمس سنوات على انطلاقتها الأولى في المملكة تكللت بالعديد من الانجازات والنجاحات مع ضخ استثمارات وصلت إلى 800 مليون دينار في السوق البحريني وقد صرح الدكتور خليد البياري الرئيس تنفيذي لمشموعة STC في مؤتمر صحفي خلال زيارته الحالية للمملكة ان شركة فيفا البحرين تعتبر احدى اسرع شركات المجموعة نموا في المنطقة بحصولها على حصة سوقية كبيرة في فترة زمنية قصيرة والتأثير بصورة ايجابية على سوق الاتصالات في المملكة وقد اكد البياري ان شركة فيفا البحرين تحظى بدعم فريد من مشموعة STC الامر الذي يساعدها على اغتنام فرص جديدة والتركيز على الابتكار وتطور تقني لتتمكن من تقديم افضل الخدمات والمنتجات لجميع حملائها اعتقد مستقبل فيفا البحرين باذن الله ظاهر بوجود النظرة الشمولية التي وجدتها اليوم في القيادة واعتقد ان مستقبلنا مرتبط بتحقيق النظرة الثاقبة لتحويل البحرين الى مجتمع معلوماتي تكون فيه افضل التقنيات وافضل البناء التحتية اتصالات السعودية كمجموعة وزي ما ذكرتها السمو ولي العهد مستعدة لزيادة استثماراتها في المملكة هنا في الطريقة اللي بحول الله انها تحقق النظرة المستقبلية الجميلة اللي شفتها مع القيادة بلغت كبية الاسهم والسكوك المتداولة في برصة البحرين خلال هذا الاسبوع 11 مليون وخمسة مائة وخمسة واربعين الفا وثلاثة مائة وسبعة وتسعين سهما وصك وقد بلغت اجمالية الاوراق المالية المتداولة بقيمة اجمالية قدرها مليون ومائة وثمانية وعشرين الفا وسبعمائة وخمسة وثمانين دينار بحرينيا نفذها الوسطة لصالح المستثمرين من خلال مائتين وثلاثة وستين صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الاسبوع اسهم عشرين شركة ارتفعت اسعار اسهم خمس شركات في حين انخفضت اسعار اسهم أحد عشر شركة واحتفضت باقي شركة باسعار اغفالها السابق وقد استحوذ على المركز الاول في تعاملات هذا الاسبوع قطاع البنوك التجارية اما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الصناعة اما على مستوى الشركات فقد جاء المصرف الخليجي التجاري في المركز الاول من حيث القيمة وجاءت في المركز الثاني المنيوم البحريني البا